من الدرس الخامس لغاية آخر الوحدة هنتكلم على حاجة اسمها natural resources يعني ايه natural resources يعني مصادر طبيعية حاجات طبيعية بنطلعها من الطبيعة وبنصنع منها حاجات كتير بنستخدمها في حياتنا اليومية ففي lesson 5 في الدرس الخامس هنتكلم على مصدر طبيعي مهم جدا وهو iron ore يعني ايه iron ore يعني الحديد الخام انت عارف ان الحديد الخام ده اللي بنصنع منه حاجات كتيرة جدا الحديد الخام ده بنطلعه من الصخرة فعلا اه وده اللي هناخده في درس النهاردة احنا قلنا حديد خام يعني iron ore بصنع منه meter المعدن meter 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 معدن يعني meter والمعدن ده او الحديد الخام بنبدأ بقى نصنع منه ايه بنصنع منه حاجات كتيرة زي ما قلت لك بنستخدمها في حياتنا اليومية زي lamb المصباح المعدن بتاع المصباح ده مصنوع من الحديد الخام وكمان spoon 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 اللي هي المعلقة وكمان paper clips paper clips paper clips اللي هي دبابيس الورق ممكن نحط دبابيس الورق في جملة ايه رأيك لما نقول we use paper clips نحن نستخدم دبابيس الورق in our offices في مكاتبنا we use paper clips in our offices we use paper clips in our offices وكمان بنصنع من ال iron ore الحديد الخام chair كرسي الكرسي الحديد ده بيكون متصنع من ال iron ore chair 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 وكمان بنصنع من الحديد الخام nails يعني مسامير nails nails طب يلا نحط nails في جملة هنقول we use nails to make things we use nails نحن نستخدم المسامير to make things في صنع أشياء وكمان بنصنع من ال iron ore الحديد الخام الدراجة اللي بنركبها دراجة بالانجليزي يعني bike 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 طب يلا نحط bike في جملة هنقول our bikes الدراجات بتاعتنا are made of metal يعني مصنوعة من المعدن our bikes are made of metal الدراجات بتاعتنا مصنوعة من المعدن حتى المسطرة الحديد المسطرة الحديد برضو بنصنعها من ال iron ore من الحديد الخام ومسطرة يعني ruler 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 والسكينة اسمها knife 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 خلي بالك كلمة knife في حرف k وحرف k لا ينطق هو k n الان دايما بتسكت k وبتخلي k حرف ساكت silent صامت ما بيطلعش اي صوت تخلي k ما تتنطقش خالص knife يعني سكينة ويلا نحط سكينة في جملة هنقول we use a knife نحن نستخدم السكينة for our food في صنع طعامنا we use a knife for our food بنستخدم السكينة في صنع الطعام بتاعنا يبقى دا الحاجات اللي بنصنعها من ال iron ore الحديد الخام نقولهم تاني lamb مصباح spoon معلقة paper clips دا بابس ورق knife سكينة ruler مصطرة bike دراجة nails مسامير الحاجات دي كلها مصنوعة من metal المعدن والمعدن جاي من iron ore الحديد الخام والiron ore الحديد الخام هو natural resources مصادر طبيعية طيب تعال نعرف كم كلمة كده خفيفة ونخلص الدرس السهل دا اول حاجة melt يعني ايه melt melt يعني ينصهر melt 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 ينصهر او يسيل او يذوب melt 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 تمام ينصهر يعني bravolic يعني melt وصخرة يعني rock 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 صخرة يعني يعني rock وطبعا الصخرة دي بيكون جواها iron ore الحديد الخام المادة او المصدر الطبيعي المهم جدا اللي بنصنع منه حاجات كتير ودلوقتي تعال نقرأ الجمل دي الجمل دي هتعرفنا الحديد الخام iron ore فيديته ايه اول حاجة iron ore is a natural resource يعني الحديد الخام مصدر طبيعي هقولها تاني وبعد كده انت هتقرأ iron ore is a natural resource اقرأها كده bravolic iron ore is a natural resource الحديد الخام هو مصدر طبيعي الجملة التانية بتقول we take iron ore from rock and melt it we take احنا بناخد iron ore الحديد الخام from rock من الصخرة and melt it ونصهرو we take iron ore from rock and melt it بناخد الحديد الخام من الصخور ونصهرو ودلوقتي دورك تقرأ الجملة دي بس انا حقرها لك كمان مرة الاول we take iron ore from rock and melt it we take iron ore from rock and melt it ودلوقتي دورك تقرأ bravo عليك طيب الجملة التالتة بتقول this makes metal this makes metal يعني هذا يصنع المعدن الموضوع ده كله وانحنا ناخد الحديد الخام ونصهرو ده بقى بطلع لنا metal معدن يلا بقى اقرأ الجملة دي عزيون جدا الجملة الاخيرة بتقول we make different things from metal we make نحن نصنع different things اشياء مختلفة from metal من المعدن we make different things from metal we make different things from metal we make different things from metal ويلا اقرأ الجملة دي تمام كده bravo عليك كده احنا خلصنا listen five الدرس الانس عاوز اقولك ياريد تعمل لايك للفيديو لو الفيديو عجبك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان تتابع كل جديد بنزله للوقت خلص خلصنا good bye مع السلامة